السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن تدوين السنة النبوية الشريفة لعلكم تتابعون النقاش والجدال الذي يضر حاليا على صفحات مواقع التوصل الاجتماعي وهناك من يشكك في السنة النبوية الشريفة ويشكك في قضايا الدين وخصوصا اجترار شبهة تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث وبالتالي لا ينبغي قبول كتب الحديث الكتب المتداولة صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم وباقي الكتب المعتمدة ثم ينكرون ان السنة ان تكون مصدرا للتشريع وان ينبغي ان يكون التمسك فقط بالقرآن العظيم هو من يرى هذه الدعوة هي ليست دعوة حديثة ولا معاصرة هي دعوة قديمة قديمة جدا واصحابها لا يعتمدون على منهجية علمية وانما يعتمدون على منهج انتقائي وغايتهم هو انهم يزيحون الشريعة عن واقع الحياة في الحلقة الماضية تكلمنا عن القرآنيين الجدد اليوم حديثنا عن تدوين السنة النبوية الشريفة تعالوا بنا ايها الاحباب الكرام نعود الى الوراء الى خمسة عشر قرنا من الزمن وكيف كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في قضية كتابة وتدوين مصادر الوحي طبعا مصادر الوحي هم اتنان القرآن العظيم والسنة النبوية وقد شرحنا بالتفصيل هذا الامر في الحلقة الماضية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكتابة في تدوين ما يتنزل عليه من القرآن العظيم واتخذ له كتابا من الصحابة كانوا متخصصين في الكتابة فكانوا يجمعون الرقاع والأضلاع والحجارة وأغصان النخيل هي الوسائل الكتابة وكل ما نزل على النبي الكريم من قرآن إلا وكتبه ويقول دعوه هنا في هذا المكان لأن القرآن العظيم كان يتنزل كل يوم تقريبا خمس آيات خمس آيات خمس آيات لم يقبض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو القرآن الكريم محفوظ مكتوب في مصحف واحد جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للأحاديث النبوية الشريفة كان الناس على عهد النبي الكريم يتلقون الأحاديث مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من كان يحفظ كل ما يسمعه ويراه لأنه عنده ذكرة ومنهم من كان يوثق ذلك في صحف خاصة به خوفا من نسيانه أو ضياعه وكان النبي الكريم فيما يتعلق بسنته المطهرة حريصا على إيصال ما يريد قوله بشكل واضح ومفهوم للجميع في أول الأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث فماذا قال؟ قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا الحديث الصحيح هو عمد يعتمد عليه القرآنيون ويقول ها هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكتابة نهى عن كتابة كل ما هو غير القرآن الكريم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم المقصد من ذلك هو خشية التباس القرآن بالسنة لأنه القرآن كان يتنزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث أما السنة فكانت متشاعبة من حيث الوقائع وفي كل لحظة رسول الله يتكلم ويفصل بين الناس وتعرض عليه قضايا ويفتي فيها هذه السنة يعني منذ صباح إلى المساء كل أحوال النبي وأقواله وأفعاله وتقريراته صعب جدا أن نقوم بتدوينها لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معروفين أنهم عندهم الداكرة القوية فيحفظون سنته ويتم حفاظ عليها في داكرتهم لأنهم كانوا أمة أمية كما هو معروف عند العرب وبقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم راسخة بين الصحابة بالممارسة بالممارسة فكل تصرفاتهم في العبادات في المعاملات في العلاقات الزوجية في كل شؤون الحياة السنة كانت منتشرة بين الصحابة وراصخة لم تكن مكتوبة وإنما كانت بالممارسة فالمدينة ومكة المكرمة معروف أنها تجمع خيرة الصحابة وكانوا يفتون الناس وكانوا يتسرفون وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في حاجة إلى تدوين السنة لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ستقع مجموعة من الأحداث أول شيء سيقع ما يسمى بحركة الردة حركة الردة هو أن واحد مجموعة للقبائل والوفود لم يكن إيمانهم صادقا ارتدوا عن الإسلام فبدأوا يقولون كلاما اللي هو مكذوب عن النبي الكريم ثم شاعت الفتنة السياسية حول قضية الإمامة الإمامة هو الحكم تسبب في فتن سياسية وخصومات خصوصا بين أهل السنة وأهل الشيعة ثم تطور ذلك بين أهل السنة أنفسهم بين الأمويين والعباسيين وأيضا لما ظهر الفقهاء بدأت الخلافات بين أهل الفقه في المداهب ولما ظهر المتكلمون ظهرت خلافات في العقائد فهد القيل والقال فتح الباب أمام بعض الوضاعين الذين استباحوا وضع أحاديث ونسبتها كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهنا سنلاحظ في بعد وفاة النبي الكريم العصبيات ستدر قرنها من جديد سيظهر أعداء الدين الذين كان همهم هو هدم عقائد المسلمين خصوصا مع الفتوحات الإسلامية سيدخل هناك الكثير من الأقوام بالملايين هم غير عرب ثم سوف يموت معظم الصحابة ينتقلون إلى الرفيق الأعلى والناس يحتاجون إلى هذه السنة معظم الصحابة صاروا يتوفون يموتون فاحتاج العلماء إلى تقييد السنة النبوية بالكثابة لأنها أصل من أصول الدين هنا سوف يقيد الله سبحانه وتعالى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في بداية المئة الثانية القرن الثاني الهجري سيظهر هذا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وسوف يقوم بتدوين السنة النبوية بطريقة علمية لقد أحس بضياع هذا الترات الإسلامي ورأى بأنه قد زال المانع ووجدت الحاجة إلى التدوين فكان تدوين السنة النبوية حينما جمع العمال عماله في الأقاليم وجمع العلماء وقال لابد أن نقوم بحركة واسعة كبرى لتدوين الحديث ففعلا سيدنا عمر بن عبد العزيز سوف يجمع العلماء ويجمعهم مع رجال السلطة والعمال في الأقاليم وسوف يعين رواتب شهرية للعلماء لكي ينقطعوا لخدمة السنة النبوية الشريفة الدولة بشكل رسمي سوف تخصص بنودا في الميزانية لرعاية العلم وأهله وللتفرغ التام في هذه المشاريع العلمية هنا ظهرت حركة علمية كبيرة وكتب العلماء والمحدثون الصحفة الحديثية والموطئات والمصنفات والمساند وهذا عصر ذهبي هنا نلاحظ بعض النقاد ماذا يقولون؟ يقولون بأن السلطة السياسية تدخلت في تدوين السنة فلم تكن بريئة بالعكس هذا مفخر كون أن الدولة الإسلامية وهي قوية أنداك هي التي تكفلت بجمع السنة بخلاف باقي الأديان انظر مثلا إلى المسيحية المسيحية لما أرادوا أن يجمعوا الكتب كان المسيحيون مضطهدين كانوا قد انتشروا في باقي البلاد في بلاد العرب وفي أوروبا منهم من سفر إلى إيطاليا منهم من سفر إلى الهند منهم من سفر إلى بلاد مختلفة وجاءت الأنجيل متعددة إنجيل متى ماتيوس إنجيل لوقة إنجيل بيرنبا إنجيل يوحنة لأنهم كان السلطة الحاكمة كانت ضب المشروع المسيحي وكانوا يعذبونهم وكتب خلسة فجاء ناقصا كذلك اليهودية أيضا اليهود الأحبار لما أرادوا أن يجمعوا كتابهم المقدس كانت السلطة في يد فرعون والفراعين وعدبوهم وشتتوهم في الأراضي وهكذا إلا الدولة الإسلامية لقد جمع القرآن العظيم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمعية عمر بن الخطاب وهم في مركز قمة القوة للدولة والسنة الشريفة جمعت في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز والدولة فوية مرتاحة تقوم بالعمل بكل أريحية وكانت تنسيق ما بين العلماء الأجلاء وما بين رجال السلطة ودهر المحدثون والعلماء ومن أبرزهم كان هناك الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام الثوري والإمام الأوزعي والإمام ابن المبارك وابن عيينة وكيع وغيرهم هؤلاء كل واحد منهم عنده شهادة أكثر من دكتورة كل واحد من هؤلاء إذا أردنا أن نقيم علمه بمعايير العصر كل واحد عنده شهادة أكثر من بروفيسور في زمانه ثم بعد ذلك سيظهر علماء آخرون لهما عندهم قدرة كبيرة على تدوين الحديث النبوي الشريف وسوف ينتقل من طور إلى طور في التقدم العلمي وذلك في عصر هارون الرشيد يسمى العصر الذهبي للدولة الأموية هارون الرشيد ربما النسكي قولوا عليه بأنه كان فاسدان وأنه كان يحب الخمر والصهارات هذا كله من تدوين الخصوم بالعكس هارون الرشيد كان عالم كبير وكان خليفة قوي وكان يشجع العلم والدولة الإسلامية بلغت في قمة الأوج في عصره من حيث كانت أعظم دولة في العالم في زمانه أعظم دولة لم تكن هناك لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا أي كان الدولة الإسلامية كانت هي الأقوى في عهد عارون الرشيد شجع على جمع السنة وتهديبها وتدوينها فظهرت الموطآت والمصنفات والمسانيد والسنن والجوامع والمستدركات والمستخرجات علوم كثيرة هذا في القرن الثالث الهجري هنا ستظهر الكتب الستة وهي العمدة الآن نغنت كل الملجنة في حلقات مقبلة الكتب الستة اللي هي أعظم مكينة بعد القرآن العظيم وبدءا بالبخاري إلى مسلم إلى النسائي إلى الترميدي إلى ابن ماجه وهذه الكتب بدأ فيها الحفاظ يقومون بجمع السنة النبوية الشريفة وظهر العلماء الأجلاء كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ويحي بن معين وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي والإمام الذارمي وغيرهم من العلماء ثم بدأ التطور يسير في السنة النبوية وظهرت علوم الحديث علوم الحديث كعلم الجرح والتعديل وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم غريب الحديث وبدأ الحفاظ يغربلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخلطها أي شيء غريب أو مشبوه أو مكذوب ثم في القرن الرابع هنا سوف يزدهر العلم الحديث مع الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه البخاري وتلمده الإمام مسلم ابن حجاج كتبهم تدل على القيمة العلمية والمنهجية هنا سوف يبدأ التطوير في العلوم إلى حدود القرن الخامس الهجري الخامس الهجري علوم السنة اكتملت اكتملت ونضجت وهنا سوف يبدأ العلماء في نقض الحديث من حيث السند والمتن وأسسوا علوماً مرتبطة بمصطلح الحديث خلاصة الكلام أيها الأحباب الكرام أن ما يقال حول إنكار السنة النبوية وأنها دونت في ظروف غامضة وكان هناك صراعات سياسية وكان هناك وضعون وكان هناك فتن وحركة ردة هذا كل كلام حق أريد به باطل السنة النبوية دونت في عهد استقرار الدولة الإسلامية ولم يكن الأمويون يبدلون المفاهيم لكي يوطنوا سلطتهم هذا كل من باب المزيدات سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تابتة وكلها واضحة ولم يكن من المنطق والحقل أن السنة دون مع الكتاب العزيز لم يكن لأن سيدنا النبي عاشى 23 سنة وكل حياته سنة مع أن فيما بعد سيظهر الفقهاء والأصليون ويقولوا كلام النبي له سنة ما قصد به التشريع فقط وظهر المحدثون وقالوا لا حتى سنن الهدى هي من سنة النبي الكريم وسوف يظهر الوعاد والمرشدون سوف ينقلون كل حركات النبي وسكناته وكل تصرفات من السنة بل ظهر علماء السيرة ونقلوا حياة النبي الكريم منذ مولده إلى طفولته إلى زواجه إلى ما قبل البعتة ثم ما بعد البعتة فليس هناك في تاريخ البشر إنسان قد كتبت كل حياته بالتفصيل الدقيق أكثر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم يبقى هو الإطار النظري للإسلام والسنة هي الإطار التطبيقي والفهم الصحيح للقرآن الكريم يكون على ضوء السنة وأي دعوة تريد أن تزيح السنة عن الطريق هذه دعوة هي في الحقيقة غايتها إقصاء الشريعة عن الواقع ونترك للعقل البشري هو الذي يشرع وطبعا هذا العقل ناقص سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه والدين هو متسع وهو نور وهداية من عند الرحمن فيأي الأحب الكرام ربما عندكم تساؤلات حول هذه الوقائع المرتبطة بالجدال الواقع الآن حول مواقع التواصل الاجتماعي لإنكار السنة فسنكون سعداء لمناقشة هذا الموضوع والرد عن الشبهات والتأكيد على أن الكتاب والسنة لا يكادان ينفصلان يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يودع وينتقل رفق الأعلى كان يقول تركت فيكم أمران لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا كتاب الله وسنة فنسأل الله تعالى أن يبارك في علمائنا الأجلاء الذين يحفظون القرآن والسنة والتجديد اليوم ليس هو في النبش في الترات التجديد يقتضي منا أن نسعى لتبسيط المعلومات وتنوير العقول وبسطها على أرض الواقع حتى يستفيد منها الناس أما ما يقال أن فهو جدال ونقاش ربما قد لا يتمر إلا الأحقاد ويتمر الاستفزازات ونسأل الله تعالى أن يوفق العلماء لطرح قضايا الدين بشكل ينفع النفس البشرية ويصلح المجتمع ويرسم صورة مستقبلية باسمة لأن الدين رحمة ونور وجمع للشمل بارك الله فيكم أجمعين أرقامنا أيها الأحباب الكرام كالعادة 05-22-88-00-60-61-62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50-51-52 فاصل ثم نواصل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم ونبدأها من إقليم بن جرير معنا السعب لإله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حافظك الله ورعاك أمولاي ولله الحمد كل شيء بخير والحمد لله ودعمي الطيب جمعة مباركة علينا وعليك ولا جميع المسلمين يا ربي يا كريم يا رحمان يا رحيم بارك الله فيك وتحيي الأستاذ اللي في استقبل المكالمات على الطيب وبدئ لها للا سعيد عقال لك تحييكم جميعا لا شريف الله يحفظها والله يحفظ لي الوليد وحفظ لي العائلة يارب الله يرحم الموليدي الأمسكين صارح الله يرحمه جدد عليهم صارح ابنك نخل معكم كتحك هما في استقبالك يخليك مريح الحمد لله سألغني شكرك عن موضوع لدات الندي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بدون سيرة لا يفهم القرآن نعم والسيرة الحمد لله فيها كل شيء واجهدو لنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم لنا على جميع كل ما كتحتاجه كان في السيرة النبوية وفي السنة النبوية الشريفة في السنة النبوية الشريفة هي السيرة خاصة بحياة النبي الخاصة أما السنة هي مرتبطة بتشريع عام لكل الأمة إلى قيم الساعة بدون سيرة لا يفهم القرآن وهي اللي سهلت علينا القرآن من اللي ترجع للسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتنسى المعاناة ديالك كتنسى مشاكلك كتنسى همومك كتنسى كل ما بيك من ضيق وحزن ومرض أي حاجة عندك من اللي ترجع للسيرة كتريح لك البال والحمد لله والقرآن الكريم هو كذلك ركيط معنبي القلب والحمد لله والشكر اللي على الفضل يلو على المن يلو العطاع ديالو وكنمغلين شكرك عامي الزاف صراحة الإخوان المكفوفين نرى كلهم كيف يسلموا عليك بحرارة الله يحفظهم جميعا يا رب وزاف دي الإخوان والأخوات اللي كيقول يبلغ السلام للسلام لا الحاجة لديه فيه وراء الله هاد صراحة مني كان نستمعون لك عامي كان رتاحه مارك الله فيك مولي الحمد لله واندي لك وحكاة سئلة عامي الله تفضل تفضل سعبد إله عامي كان ندخل المسجد الحركة وكد يلا كددير الركعة الأولى وكيدخل الإمام نعم وكدكون واقف كدسلم عن لي منه وعلى الله يصر وكددخل في الصلاة هدا السؤال الأول نعم والسؤال الثاني إذا صلى الإنسان يلأ أدن عليه الفجر وشا إلى مثلا عرف راسه ما غير يشيد لكم شتى المسجد وصل لها دي الركعات نعم دي التحية كينوه هو تحية المسجد تدخل الإمام وكدسلم وكتمشي مباشرة للصلاة واشهدوا بجدرك عامي تحسد فيهم الفجر وتحسد فيهم تحية المسجد نعم وبغيناك عامي تسرح لنا الدخول للمسجد من يكي يبغي يدخل الإنسان وش يدخل بالرجل يومنا والدعاء اللي يقول الله يجزيك بخير بارك الله فيك الله يحفظك وعمي يبغي الناس يدخلوا لشجارة أملي المكفوفين راح تنعينا سير قسان يالي الله يجزيكم بخير دخلوا تابعونا وما تنسوش الآبوني ديلكم الله يجزيكم بخير الإخوان بإذن الله شكرا لك سعب الإله من بن قرير غير واحد توضيح هو نميز بين السيرة النبوية الشريفة وبين السنة النبوية الشريفة السيرة هي عبارة عن نقل لأحداث ولادة الرسول وحياته الشخصية بكل تفاصيلها وهذه غير موجودة في التاريخ بطريقة الدقة إلا مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أما السنة النبوية الشريفة فهي أقواله وأفعاله وتقريراته المرتبطة بالدين المرتبطة بالتشريع لهذا هناك علماء السيرة يختصون في السيرة والمغازي والتأريخ وعلماء السنة وعلماء الحديث والمصطلح هذا علم آخر غايته هو تنقية سنة النبي الكريم أقواله وأفعاله وتقريراته وإيجادها جاهزة لاستفتاء نستفتي فنجد الفتوى في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم السعب الإله بالنسبة لمن دخل إلى المسجد وأراد أن يصلي ربما تحية المسجد صلى الله الركعة الأولى ثم خرج الإمام من المقصورة ليصلي بالناس وأقيمة الصلاة ماذا عليه أن يفعله؟ هو عليه أن يسرع أن يسرع ليتم الركعة الثانية لأن لأن الذي صلى صلاة وكأنه نذر نذرا أنه سوف يؤدي أبو حنيفة يسميه هذا النذر عليه كأن يوفون بالنذر لا تقطع إلا إذا كنت الإمام غنيز ربه لن تدرك معه الجماعة هنا هنا تقطع فالصواب إلى صلاة ركعة ديال تحية المسجد الركعة الأولى ودخل وخرج الإمام لكي يصلي بالناس أن تدرك الساعة كمل بسرعة الركعة الثانية ثم تعود تسرع ودخل مع الإمام في صلاة الجماعة وغدكون أدركت الركعتين للفضل ديالهم وغدركت للفضل ديال الجماعة إلا إلا كنت يالله دخلت أول مرة وقلت الله أكبر يالله غتبدأ وخرج الإمام للصلاة هنا ما يمكنش لكي تسرع غيكون الصلاة ما عنداش خشوع وما عنداش تطمئنان هنا نسلم أيضا نسلم عن اليمين وعن الشمال تقطع الصلاة وقددخل مع الفارضة هي الأولى لقد قامت الصلاة بالنسبة للفجر لما ندخل إلى المسجد لابد أن نصلي تحية المسجد لدخل الجامعة ستتحية المسجد ولكن لوقت ضيق للفجر ره ممكن تكون عندينية مشتركة ركعتين الفجر هي تكفيني وتغنيني عن تحية المسجد لماذا نقيم تحية المسجد لا ينبغي أن تدخل إلى بيت الله وتجلس دون صلاة لدخل بيت الله تعالى خصوق بالمجلس يصلي تحية المسجد إلا كانت عند الفارضة مثلا واحد صلاة ما صلها بيقضيها لا تلزمه تحية المسجد لا تلزمه يصلي الفارضة اللي عليه أو خاصة مع الفجر إنسان كيدخل الجامعة الوقت ضيق غريق لصلي ركعتين دين تحية المسجد ونحاول نصلي ركعتين دين الفجر الإمام غريكون خالج جامعة وبدالسالة أشغل ندير ذا بأنا غريق نصلي الفجر مباشرة تقوم مقام تحية المسجد تكفيك وعندك الأجر والتواب بإذن الله أما عن آداب دخول المسجد فهذا بيت الله المساجد هي بيوت الله وقبل أن ندخل إليها ربنا عز وجل قال لنأخذوا زينتكم عند كل مسجد لابد أن الإنسان يتطيب ويتطهار ويلبس أجود ما عنده لأنه سوف يدخل إلى بيت الله وندخل إلى المسجد ونحن على طهار إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم واجهوا من الكعبين كل إنسان طاهر وحينما يدخل إلى المسجد لابد أن يتطيب إذا شوث طيب باش لا سلم على الناس يشموا فرحة طيبة وينتبه إذا كان عنده شريحة كريهة في فمه لا يدخل قال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا هذه الشجرة قال العلماء إما هو دي الكرات أو دي الفجل أو دي بعض المواد اللي هي مؤذية تتخل التوم التوم والفجل وغيرها فيه ريحة كريهة يؤذي الناس وبعض العلماء استنبطوا أن كل ما يكره الناس منهم الجوارب عندي واحدة قاشر فيهم ريحة كريهة سأؤدي الناس فقبل ما ندخل الجامع علي أن أنت به زد كذلك إلى عندك هاتف نقال لابد أن تغلقه وتتصل بالله تعالى فتدخل المسجد وكتسبق الرجل اليمنى بسم الله الله أكبر الله مفتح لأبواب رحمتك كنتسبق الرجل اليمنى وكندخل المسجد بخشوع واطمئنان وأنك في ضيافة الرحمن ولا تؤدي أحدا وتملأ وقتك كله بالذكر وبالصلاة ومن رأيتموه يبيع أو يبتع في المسجد قولوا له لا أربح الله تجارتك ومن رأيتموه يطلب ضالته في المسجد قولوا لا رده الله عليك لا رده الله عليك لماذا؟ لأن بيت الله خسيك منزه عن العبت بيت الله طهارة ونظافة واستقامة وإيمان ويقين في حضرة الله أنت في حضرة الله ثم لما تنتهي من الصلاة وتخرج أتسبق الرجل اليسرى وتقول بسم الله الله أكبر اللهم افتح لي أبواب أبواب رزقك إنسان كي يطلب الله تعالى يفتح لي باب الرزق من غير يخرج من الجامعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا دائما إنسان يذكر الله تعالى كثيرا داخل المسجد وخارج المسجد وأسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا وقلوبكم جميعا مرتبطة ببيوت الله اللهم أمين اللهم أمين شكر الله لك أخي عبدالله وتحياتي لكل المكفوفين والمكفوفات نتحول من بن جرير إلى إقليم تازع مع ناس عصام أهلا وسهلا بك مولاي خير من جرير إلى فكر ببارك الله فيك مولاي ببارك الله وبرمان يسهاد على الجزة كني خير خير حياتي لأولا من غير رئيس البسر أقل أقل لشاء من مدينة التازع إن شاء الله نعود للمخبر الاخوة تقنيين بشييرهم لأتصال بشييرهم لإنشاء الله إن شاء الله تعمل تقنيين بشييرهم لإنشاء الله إن شاء الله لا إله إلا الله يا ربي يا كريم وخاص عصم بإذن الله أنا نعم أنا نعم أخبرك عن هكريم وخاموا لايحنا نجد طريقة أسهل بإذن الله نحن نحييك الس等一下ة وفكرة طيبة هذه الفكرة هي بدأس مع الأخوان اللي هوم معاقين كان عندهم ظروف صعبة وكننا نحاولوا ما أمكن قدموا يد المساعدة على قدر ما نستطيع وجات الفكرة أن أحدهم من الأخيار السي جواد والسعبد النور في طانجا واحد مجموعة للأحباب قاموا بفتحي في الأول كان غير مجموعة عبر الواتساب من البعض فكروا أنهم دروا قناة قناة سماوا قناة الهلال للمكفوفين وقناة آمال للمكفوفين هما قناتين وجمعوا فيها المكفوفين كاملين داروا دي فيديو كل واحد يصور النفس دياله في 3-4 دقائق يحكي حالته الاجتماعية أو قصته المؤثرة ويدير معها رقمه الهاتفي والناس اللي بغي يقدم المساعدة لهؤلاء المكفوفين يعني لا يحتاجوا أن يتعب أو يسأل هنا أو هناك يدخل مباشرة إلى القناة ويدصفح الفيديوهات ويعرف الناس اللي ممحتاجين واحتاجت ديالهم ويوفر لهم كل واحد ربما يقدم مساعدة باغين عصي اللي يتساعد بهم باش يقدر يسوق بها نفسه باغين هواتف نقالة باغين أدوية باغين مساعدة للمعيشة هذه فكرة ونجحت إلى حد ما وان شاء الله غد تطور أكتر فالسعي صام انت منتازة عندك إعاقة حركية هذه دعوة للشباب اللي هما عندهم إعاقة حركية وما أكترهم رجال ونساء كيبقوا دائما كيعانيهم في صمت هذه فكرة أنتم أيضا حاولوا تديروا واحد القناة وتجمعوا فيها ديالو جروب تجمعوا فيها بعض ديالكم وتديروا دي فيديوهات كل واحد يحكي عن المعاناة دياله وكين أهل الخير أهل الخير اللي كيبغي غير يوضع ماله في المكان المناسب كيبغي المال دياله يعطيه للفقير المحتاج فعلا بلا وسطة وكان عاودنا أكرر هذه الفكرة ديال أننا نحيد الوسطة خلي ديالك اللي غد يعطي المساعدة مباشر من اليد إلى اليد لديك السيد اللي هو محتاج مباشرة والطريقة السهلة هي غد تحاول تديروا واحد القناة وغد تجمعوا هاد الناس وغد نحاول إن شاء الله بإذن الله مرة مرة كنذكرها في الميديا والناس كيسمعوا اسم ديالها وكيوقع الدعم بإذن الله الطريقة اللي غد تبدأ بها سعي صان وهي غد تشوفها في التعاول الوطني اللي عنده في إقليم تازة غد تلقات جمعية خاصة بالناس اللي هم عندهم إعاقة حركية نبدأوا بهدوك من اللولانيين ومن بعد نشوفه ديك ساعة التعاول الوطني اللي هو تابع إلى مجموعة كبيرة من الأقاليم أقاليم خاصة ضر البضاء كمدينة كبرى عندها تقريبا 11 عملاء و11 مندوبية ديك التعاول الوطني وعندهم واحد من الجافة الجمعيات اللي كيعتنوا بهذا الأمر فكي تعاونوا كيوقع التواصل في الأول ومن بعدها كيوقع التنسيق وربكي أبواب تسير وأبواب الفرج الغاية هي أننا نحسن التواصل مع الآخر والمحتاج ربما قد يصل إليه المساعدة وهذه المساعدة رها ممكنة ورار بميسترها وكي أهل الخير في كل مكان وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع شكرا لك أخي عصام إن شاء الله ننصق معك فيما بعد بإذن الله تعالى وغنمشوا الوقت يدركونا غنمشوا إلى أين غنتحولوا منتازة إلى الضر البضاء معنا للا نعيمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهديكم تحية الإسلام وتحية المحبة وتحية ما يلجو في خاطر حيك الله للا جمعة مباركة وأحيي جميع التقنيين من الباب إلى هذه الإداءة المباركة التي تجمع علماء وفقهاء وأطباء وتقنيين وخاصة الذين يصهرون على استقبال هذه المكالمات أحييهم وخاصة الأختفاء سعيدة الله يطول عمرك أستاذ دكتور ديانا أنا ما أقول لكش عن دكتور ديانا وأنا أحييك عزك الله منذ سنين وأنا أترقب هذه المكالمة يا مرحبا وأخصص باختصار لأن الوقت يدركونا الله يجلسك بخير هندي جوج الأسئلة سؤال الأول نعم لله أنا واحد سيدة كنت أستاذة في التعليم كنت روج مع واحد سيد لمدة 45 سنة تبارك الله وأنجبنا تبارك الله أولاد هم اللي يجعلوني نصبر على هاد سيد لأنه كان هو مدمن شوية ولكن تفاقم الأمر كل مكبور الأبناء وأنا أصابر وأصابت حتى وصلتهم إلى بر الأمان حمد لله وهاد سيدة يبلغوا من السنة تقريبا كبير مني أنا تقريبا 65 عام وهو تقريبا عنده سيدة عام ودبا أشنو كيقول الشرع في هذا أنا دبا هو عنده شركة في مدينة أخرى وأحاربه تقريبا هنا تقريبا هنا هو مدمن على أشياء أو استمر فيها وأنا مدمن على الدين وعلى الإسلام وعلى المساجد وعلى التجر وعلى وعد دبا أشنو أدب هو في ذيك المدينة وأنا عندي مدرة 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 أستاذ يكون تمعا بحيث يمنعوني ويمنعوني من أداة الصلاة يمنعوني من الفجر وأشويش عليه وهذا ما يقول وأشهد على الله ما أقول ثانيا أنا دبا في الضار عندي ساكنة في الضار وهو وإحنا مشوكين في هذا المنزل وعند الوليدات سمعة ديالهم زينة وعندهم مكان مهمة المجتمع أنا مغيش نخسر هاد الأسرة نعود نخسر هاد المصار اللي بديته منذ سنين دبا هو في مدينة وأنا في مدينة ماذا يقول الشرط في ذلك هل أنا أقسر في حقه وهو يقسر في حقه فأنا حائر السؤال الثاني والله يزيزك بخير أنا كان قدي الزكا نعم كان قدي الزكا سنويا دبا أنا واحد سيد محتاج لهذا الزكا أنا ما كان خرجحت يعني في العشر دبا أنا وإحش يمكن لو سيد مسبقا مسبقا هاد الإنسان محتاج إلى واحد الآن يبدأ تبريد في حاجة إليها نعم ومحتاج إلى العيد للضبحية أنا أنا كان ضحي مع بنتي ما كان ضحي تمع زوج ديالي كان ضحي مع بنتي وأنا أهدي هذه الضطفية لهذا الإنسان أنا ما كان حرجيه عيد الأضحى يسبق أداء الزكاة فأماذا أفعل بارك الله فيك للنعيمة كنشكرك على الاهتمام وكنحييك ومن خلالك نحيي رجال تعليم ونساء التعليم اللي أعطوا الكثير بارك الله فيك للنعيمة حافظك الله ورعك وجوابا على السؤال للنعيمة أنت تبقى الله خير العارفات هذا الزوج هو نصيبك من الدنيا الدنيا للنعيمة كما يبدو قصيرة جدا دابا الأنوى عنده سبعين عام وتي خمسة وستين سنة هذا هو العمر للإنسان أعمار أمة ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك أنا أحييك كيف يقول الفرنسيين أرفع لك القبعة لماذا لأنك صبرت صبرت خمسة واربعين عام أنت الحمد لله امتتلت قول الله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا أنت الآن نجحت في الامتحان أعظم امتحان نجحت فيه بشي هو دي التعليم أو دي التخروج أو دي التبرز هو أنك نجحت في إدارة هذا الخلاف العائلي لمدة خمسة واربعين سنة ونجحت في إنجاب الأولاد وتربيتهم وتعليمهم وإيصالهم إلى هذا المستوى فأنت قد نجحت بشكل جيد جدا هني ألك لكن الآن الوضعية تبدو ربما متفاقمة هذا الرجل يعني اللي هو بقي مبتلع هو من يقول هذا الرجل هل هو زوجك؟ هو زوجك وأبو أولادك إذا اختفت صفة دي للزوج كتقى أبو الأولاد ومدام هو أبو أولادك لا تبغي له المضرة هو إنسان مفتون هو كما قلت هو مبتلع ربما واحد البلية لاسقا فيه هذا كتسمى مفتون يعني غلمته نفسه هو الآن مغلوب أنت لا لا يقولك المرأة هي الترية دي للدار المرأة هي الكل في الكل الرابح من المرأة والخاسر من المرأة واللي ما عنده مرأة مرابح ما خاسر وانت يا للنعيمة نجحتي في المهمة ديالك أنا اللي بغت مني واحد الوصية استمري في صبرك واستمري في إدارتك للأمور بأريحية وبنطف بغز الألطف الربانية كون أن الزوج في مكان وانت في مكان يعني ربما أحيانا نتباعد باش نبقاو مرتاحين لأن الاحتكاك اليومي قد يؤدي إلى نوع من النرفزة ونوع من الغضب وكتعد مشاكل هو لا يحسب لك أنك تغادرين الفراش فعلا أي ممرأة نامت وزوجها عليها غضبا باتت الملائكة تتلعنها تتصبح هذا في الحالة لك يكون ربما الزوج يرغب فيها وهي متكبرة عنه متسلطة وترفض ذلك هذا كن طبق في هذا الحالة أما زوجك وقد أنجبتم أولادكم وكبروا هو مازال متعنت ربما أحيانا أنك تتباعد في رحمة حتى إذا وقع اللقاء كيوقع الاحتكاك وكيوقع نوع من النرفزة وكتأدي إلى نمشو بالأمور بالصبر صبرتي ما فيه الكثير 45 عام وإحنا كنا سوف نودع أول جائزة يعطيها الله تعالى للأزواج الصابرين حينما يدخلون على عاتبة الجنة غد يلقوا وحد نعيم مقيم وحد نعيم ليس له نظير غد يقول يا ربنا لمن هذا النعيم يقول للصابرين من الأزواج للصابرين من الأزواج سواء كان الرجل أو المرأة صبرتها للا نعيمة كملي على الصبر ديالك وجمع الشمل وخلك دائما كتف العافية ولا تكويتي غازل صبري ربي قلنا اسبروا وصابروا ورابطوا والحياة قصيرة غدا سوف نرحل منها جميعا وغاد يبقى الذكر الحسن وغاد يبقى مكتوب عند الله تعالى من الصابرات وعندك أجر وثواب عظيم في الجنة بإن الله أما عن السؤال فقه قضية الزكاة هي فريضة إسلامية وربنا عز وجل فرضها بأن تكون على مرور الحول حتى يمر العام لكن إذا كان الإنسان معتاد أنه يخرج من العاشور العاشور عادة والقابي أنه من المصلحة أن واحد الإنسان محتاج إلى المال محتاج إما عنده مارات خصو دواء ما جاء إلى أطحى المبارك أو جاء رمضان أو عنده واحد وخصو يدفع المال هو غير مستعد غير مستعد أن أدفع من حر مالي كنقول أنا شغن دير أنا غندفع من زكاة مالي وأحتسب أي نعم فوقها يقول لك الحق بأنك تقدم الزكاة عن وقتها أو تؤخر عن وقتها للمصلحة إذا عندك مصلحة راجحة ممكن مثلا أنا الزكاة هذا العام أنا غنوفرها ونزيد على العام للتالي والتالي باش تجمع باش نعطع الواحد ندير لي واحد المشروع الاقتصادي باش نبعده من الفقر هذه ثم مصلحة وخأخرتها وجمعتها ولكن ثم مصلحة راجحة جمعت كل لغة الواحد انتفع بها وانتشلت من براثن الفقر ممكن أن أؤجلها أو أعجلها أنا حر إذا كان مرتبطا بالمصلحة فالله يتقبل منك ألا لنعيمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أيها الأحبة الكرام نعمة الإيمان واليقين والوصية الذهبية بيتنقول في هذه الخيطة من الحلقة هو اللي قلتب للنعيمة الإنسان في هذه الدنيا ينفق يعطي لأن ذاك المال اللي عندنا غدا يقدر يمشي في أي لحظة قد يسلب منك مالك وقد تمنع من مالك محد المال بنيديك يعطي على قدر ما تستطيع لأنك سوف تكتنزه في السماء أعظم بانك هو بانك السماء لا يقربه سوس ولا لصوص ولكن مادم المال في يدك أو في بانكك أو في مكان تخبئه أنت وظهرك لا تصليه وقد يسرع منك وما أكثر السرق الذين صاروا في كل مكان في زماننا هذا والعياد بالله يتفننون في طرق الانتشان وغير ذلك إلا عندك شمال انتفع بالقدر اللي قد انتفع به وما بقي عليك والسعب على الفقراء والمساكين هذه أكبر نعمة والوصية الثانية وهو أنك في خضم هذه الحياة في الصراع مع الناس وصباق مع الناس تسلح بالصبر علاقتك مع الزوجة مع الأولاد مع العائلة مع الجيران مع زملاء تسلح بالصبر خليك مع الصابرين اسبر وهذا الصبر يقتضي منك أنك تلتزم الصمت لأن عند الغضب إلا اطلقت اللسان بحل الأسد بحل السبوع اللسان غد يقول كلام جارح وما جرح السنان له التئام ولا يلتام ما جرح اللسان الصابر يقتضي أنه يمسك لسانه والصابر يقتضي منه أنه يعتزل الناس اللحظة لك وقالك وحد الضربة وكتكون يا بغي تصبر اعتزل الناس ادخل إلى بيتك اغلق عليك بابك وخلك بعيد عن الناس لأن الاحتكاك مع الناس غد يؤدي إلى نوع من النرفزة ونوع من الشجار حتى يسكت عنك الغضب حتى إذا سكت عنك الغضب كما قال ربنا عز وجل وصف وحد الوصف عظيم سكت عنك الغضب كما قال لموسى عليه السلام دي الساعة تكون في وضعي حسن فأسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم صدق التدين ونعمة الإيمان اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخيرتنا التي إليها معادنا اللهم فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين وقضي الدين عن المدينين واختم لنا يا ربنا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنستمر بنشر المزيد